عشرون مشكلة وكارثة بيئية للعام 2015 عددتها جمعية جرين جلوب في لائحة سنبدأها بالمرتبة العشرين مع مشكلة قطع الأشجار في غابة القموعة في عكار وهنا نتحدث عن أشجار معمرة المرتبة 19 احتلتها خزانات النفط والغاز في منطقة الدورة شق الطرقات مقابل محمية بن تاعل احتل المرتبة 18 وهنا تجدر الإشارة إلى أن اقتراب الطرق من المحمية وصل في بعض الأماكن إلى نحو عشرين مترا في وقت تفرد القوانين الابتعاد خمسمائة متر عن حدود المحمية النقاط الحمراء في هذه الخريطة الصادرة عن المجلس الوطني للبحوث العلمية تظهر مواقع شاطئية شديدة التلوث خصوصا في بيروت وترابلس الأمر الذي وضعها في المرتبة 17 تلوث أوتوستراد أنتلييس جلدي بالزلقة الذي تنوعت أسبابه حل في المرتبة 16 وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذه الأسباب متنوعة يعني هناك تلوث الهواء المجرير الإعلانات وخزانات النفط والغاز هذه المشكلة سبقها في الترتيب سوء إدارة النفايات الصلبة والطبية لسيما أننا ننتج يوميا 5600 طن من النفايات الصلبة تربع جبلان نفايات في برج حمود وترابلس على المرتبة 14 تلوث الهواء في بيروت حجز موقعه في اللائحة فالمعدل السنوي لنسبة غاز ديوكسيد النيتروجان وهو من الملوثات بلغت 58 ميكرو جرام في المتر المكعب بينما المعدل الأقصى الذي تسمح به منظمة الصحة العالمية هو 40 ميكرو جرام في المتر المكعب المرتبة 12 كانت للتلوث الناتج عن معمل كهرباء الذوق وتفوق عليه التلوث الذي تعاني منه منطقة سلعاتة بسبب المعامل الموجودة فيها أما كسرات منطقة المتن التي قدمت مساحات طبيعية واسعة فاحتلت المركز العاشر وسبقها في اللائحة مطمر النعمة الذي ينتظر الأهالي إقفاله نهائيا في العام 2014 سجل 1055 حريق في الغابات فورد سوء إدارة الغابات والحرائق والتصحر ثامنا المركز السابع كان للتلوث في شكة سبقه في اللائحة سوء إدارة الصرف الصحي وتلوث الذي يطال المياه النظيفة في معظم المناطق اللبنانية أما المراكز الخمس الأولى فاحتلتها النقاط التالية في المركز الخامس التعدي على الأملاك العامة واحتلالها ثم رابعا جاءت كسرات عيندارة تلوث نهر الليطاني وبحيرة القرعون احتلاء المركز الثالث إهمالوا وهدروا المياه وسوء إدارة الحكومات لها مشكلة تربعت على المرتبة الثانية أما المرتبة الأولى فكانت للفوضى العمرانية التي بحسب جمعية جرين جلوب تسبب مشاكل بيئية متنوعة ترجمة نانسي قنقر